ملوية سامراء أو ما تبقى من مئذنة المسجد الكبير في سامراء الذي أمر ببنائه الخليفة المتوكل في الجهة الغربية لسامراء والذي كان يعد حينها من أكبر مساجد العالم الإسلامي لتصبح مئذنته الملوية من المعالم الأجمل في العالم تكابد اليوم الإهمال الحكومي ودعوات الهدن المئذنة الملوية التي تقع في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين تعد واحدة من أهم المعالم الأثرية التي تمثل إبداع العمارة الإسلامية في العراق مكتسبة أهميتها التاريخية بفضل أسلوبها المعماري الفريد الذي لم يسبق أن بني مثله في أي مكان في العالم في وقتها ارتفاع المئذنة الحلزونية المبنية من الطابق الفخاري يبلغ 52 مترا ويقع على بعد 27 مترا من الحائط الشمالي للمسجد وترتكز المئذنة على قاعدة مربعة ضلعها 33 مترا وارتفاعها 3 أمتار يعلوها جزء إسطواني من 5 طبقات ويتنقص قطرها مع الارتفاع ويحيط بطبقاتها الخمس درج حلزوني بعرض مترين يلتف حول بدن المئذنة بعكس اتجاه عقارب الساعة وكأنها تعاند وتتحدى الزمن بعد أن تجاوز عمرها الألف عام وحل بها ما حل من الإهمال ويتربع على أعلاها طبقة يسميها أهل سامراء الجاون وكان يرتقيها المؤذن ليرفع أذان الصلاة الحاجة لترميم مئذنة الملوية ليست وليدة اليوم بل منذ عام 2003 بحسب ما أفارت به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مؤكدة أنها قدمت تقارير إلى الحكومة في العراق عن أهمية ترميم وصيانة المعالم الأثرية وسط إهمال واضح بحجج واهية كعجز الميزانيات وبالرغم من استعادة سامراء ومئذنتها الملوية جانبا من عافيتها إلا أنها ما زالت تستقبل أعدادا خجولة من السائحين بسبب الإهمالي الحكومي حتى أصبحت الآن تحت سطوة الميليشيات التي لا تأبه لهذا المعلم التاريخي الكبير أو غيره